أجرى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانسيج رفقة وفد وزاريا رفيع المستوى زيارة إلى العاصمة الليبية ترابلوس للقاء رئيس المجلس الرئاسي محمد لبنفي ورئيس الحكومة عبد الحميد تبيبة ورحبت تبيبة في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني بافتتاح سفارة إسبانيا في ترابلوس وأشار إلى أن ليبيا تواجه عددا من التحديات إنه وبما يدعى المجال للشك أن ليبيا تواجه العديد من التحديات الأمنية المتعلقة بالحفاظ على وقف إطلاق النار وتوحيد المؤسسة العسكرية والحد من ظاهرة الهجرة الشرعية غير الشرعية وكل ما يترتب عنها من جرائم من جانبه أكد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز دعم بلاده الانتخابات التي ستجرى في ليبيا في ديسمبر المقبل وأشار إلى إعادة افتتاح السفارة الإسبانية في ترابلوس معربا عن استعداد بلاده للإسهام في كل ما يؤدي إلى استقرار ليبيا ومؤكدا استمرار دعم إزالة الألغام في البلاد وتمويلها في ليبيا أيضا التقى رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يانكوبيتش وبحث اللقاء سبل دعم الأمم المتحدة والبعثة للمصالحة الوطنية وفتح الطريق الساحلي بالتنسيق مع اللجنة العسكرية المشتركة 5 زائد 5 وتأكيد أهمية صحب المرتزقة والمقاتلين والقوات الأجنبية من كامل الأراضي الليبية بالإضافة إلى دعم الاستحقاقات القادمة للوصول إلى الانتخابات البرلمانية والرئاسية نهاية العام الجاري وأيضا في الملف الليبي ولكن هذه المرة من المغرب التي وصلها رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري ورئيس البرلمان الليبي عقيل صالح على رأس وفدين رفيعين لعقد مباحثات مع مسؤولين في الحكومة المغربية في الرباط قبل بدء لقاءات ليبيا ليبيا ومن المقرر أن يلتقي صالح والمشري لحسم الخلاف على توزيع المناصب السيادية القيادية في ليبيا وتدول بشأن تحديد الأسماء المرشحة لتوليها وذلك من أجل المضي قدما نحو توحيد المؤسسات الليبية وقال عقيل صالح أن ليبيا ماضية في طريق توحيد المؤسسات وبناء الدولة وأضاف أن الليبيين يطالبون بخروج المرتزقة والميليشيات الأجنبية من بلادهم لتحقيق الأمن والسلام في ليبيا للمزيد من التفاصيل ينضم إلينا من ترابلوس مرسل التلفزيون العربي عبد الناصر خالد وأيضا من الرباط ينضم إلينا مرسلنا أنسو ردوان أهلا بكم عبد الناصر وأناس وأبدأ معك عبد الناصر وحراك دبلوماسي ليبي مكثف على ما يبدو خلال هذه الأيام من زيارة إسبانية إلى أيضا كان هناك جولات لعبد الحميد البيبة في مناطق في دول أوروبية عدة ما هي ملامح هذه الزيارات وكل هذا الحراك الدبلوماسي نعم رولا تحاول ليبيا وعبر رئيس حكومتي عبد الحميد البيبة يعني من جديد إلى العالم جذب الكثير من الاستثمارات وجذب الكثير من الأموال التي تحتاج إليها أيضا الشركات خاصة تلك العاملة في مجالي النفط والغاز وأيضا مجال الإعمار زيارة البيبة إلى الجزائر ثم إلى إيطاليا وفرنسا كلها تحاول جمع هذه الشركات من جديد وبالعودة بها إلى مجال الاقتصاد وأيضا الدفع بليبيا إلى الأمام خاصة وأن هذه الشركات هي أيضا وهذه الدول هي عطشة لهذه الاستثمارات وبالتالي هي تحاول العودة من جديد من جانبها إلى إحياء هذه المصالح بين الطرفين لكن لعل من أبرز من ضمن هذه الزيارات وأيضا التي حصلت وجرت هي زيارة رئيس الوزراء الإسباني اليوم والذي حل في طرابلس ليدفع بالاستثمارات الإسبانية من جديد بعد قطيعة استمرت لأكثر حتى من ست سنوات خاصة وأن إسبانيا كانت وقعت في العام 2010 عقدا واتفاقات كثيرة مع ليبيا قدرت في وقتها بنحو 17 مليار دولار هي الآن تحاول تجديد هذه الاتفاقات تحاول العودة من جديد خاصة في مجالات الزراعة والبنية التحتية وأيضا في مجالات السياحة يعني هذه الزيارة كللت بالنجاح هذا من طرف رئيس الوزراء الإسباني أيضا دعا رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد البيبة الشركات إلى العودة من جديد خاصة تلك التي تعمل في مجال الإعمار والبناء وأيضا ضرورة السمح للطائرات الليبية بالتحليق في الأجواء الإسبانية نعم تأشيرات للليبي السفري إلى إسبانيا وأيضا حتى مشاكل أخرى تتعلق بتهريد بعض الآثار الليبية إلى إسبانيا طالبت الحكومة بضرورة استرجاع هذه القطع الثمينة يعني عبد الناصر بالتوازي مع هذا الحراك الدبلوماسي أيضا هناك حراك ليبي ليبي للأسف فقدنا مرسلنا من الرباط لنتحدث معه عن هذا الأمر إذا كانت لديك معطيات حول زيارة خالد المشي وعقيلة صالح والحديث عن النقاش عن المناصب السيادية تمهيدا للمحادثات الليبية الليبية نعم رولا هم يعودان مجددا إلى حيثما تم الاتفاق على تقسيم المناصب السيادية في المغرب خاصة وأن هذه المسألة تعثرت كثيرا بين المجلسين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة هم الآن يحاولون من جديد خاصة بعد دعوة الطرف المغربي لهما لزيارة المغرب وبالتالي تبحث على ما تم الاتفاق عليه سابقا وضرورة الموضي فيه قدما خاصة وأن أطراف كثيرة يعني شككت في مسألة التوصل إلى يعني ترضية بالنسبة للطرفين فيما يتعلق بمناصب السيادية خاصة وأن مجلس النواب يسر بدرجة كبيرة على ضرورة تنحية محافظ مصرف الليبيا المركزي فيما تسر بعض الأطراف على تواجده خاصة خلال هذه المرحلة لكن مجلس النواب البرلمان يسر على ذلك قبل حتى اعتماد ميزانية الحكومة الحالية فيما يسر المجلس الأعلى للدولة على تنحية رئيس المفوضية عماد السايح وبالتالي مجلس النواب يرفض هذه المسألة خاصة وأن ليبيا مقبلة على انتخابات رئاسية والبرلمانية وبالتالي قد تتعثر مسألة إجراء هذه الانتخابات مع عدم استطاعة الرئيس الجديد إذا ما تم اختياره فعلا لتسلم المفوضية في تسير هذا الاستحقاق الوطني الذي ينتظره الليبيون وبالتالي هناك شكوك كبيرة حيال هذا الاستحقاق الذي ربما قد تلجأ الأطراف الليبيا إلى تأجيله نهاية العام المقبل شكرا لك من طرابلوس مراسل التلفزيون العربي عبد الناصر خالد